اشتركوا في القناة وعشرين التي اختتمت فعلياتها مساء اليوم على بلاعب مرفأ البحرين المالية وشهد الحفل الختامي للجولة عدد من المسؤولين وكبار المدعوين وحشد من الجماهير التي حضرت المباريات واستمتعت بالاجواء العائلية المصاحبة للجولة وتوج سموه فريق تشونغ مينغ الصيني بلقب منام ماستر الفين واربعة وعشرين وذلك بعد فوزه على نظيره باريس الفرنسي بنتيجة اثنين وعشرين مقابل عشرين نقطة ضمن المباراة النهائية للجولة العالمية والتي اقيمت على مدار عطلة نهاية الأسبوع فيما حقق فريق أولامباتور ام ام سي انرجي من منغوليا المركز الثالث وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد على رعاية سموه للجولة للعام الثاني على التوالي والتي أسهمت في تحقيق مملكة البحرين للنجاح التنظيمي المبهر في تنظيم هذه الفعالية العالمية وقال سمو الشيخ عيسى بن علي ان النجاح التنظيمي للجولة العالمية لكرة السلة 3-on-3 يؤكد مدى كفاءة مملكة البحرين في استضافة كبرى الأحداث الرياضية ويسهم في جذب المزيد من هذه التظاهرات في شتى الألعاب الرياضية وأن أسموه الفائزين في منام ماستر 2024 والبطولات المحلية المصاحبة مشيدا بعطاء كافة الفرق المشاركة ممن عكس على المستوى الفني للمباريات هذا وشاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصير في وزيرة السياحة برفقة السيد على مدار رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة في تتويج الفائزين بمسابقة كرة السلة الثلاثية 3-on-3 الخليجية للسيدات التي أقيمت على هامش منام ماستر 2024 وحقق فريق الرياض من المملكة العربية السعودية الشقيقة المركز الأول بعد فوزه على نظيره الزلاق البحريني في المباراة النهائية فيما جاء فريق الدوحة القطري في المركز الثالث وعلى مستوى البطولة المحلية للرجال أحرز فريق النويدرات لقب المسابقة عقب فوزه على المحرق في المباراة النهائية بنتيجة 21 مقابل 15 نقطة فيما حقق فريق النجمة المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر